يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقوم بعض الناس بوضع صندوق يضع كل شخص منهم مبلغا من المال فيه كل واحد منهم بالتساوي وإذا احتاج أحد لمبلغ منه فإنه يأخذ من هذا الصندوق ما يكفي وهكذا فما الحكم في ذلك يأخذه قرضا ولا يأخذه مجانا هذا الصندوق تعاوني إذا كان يجمعون فيه تبرعات ومن يحتاج فإنه يدفع له من هذا الصندوق ما يدفع حاجته فهذا من التعاون لا شيء طيب